شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر شهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها كما ألقى لواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة كلمة أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها قوات الصاعقة مؤكدا أن رجال قوات الصاعقة دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس لحماية الوطن وصون مقدساته أعقبها تنفيذ عدد من البيانات العملية التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام كما شاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتلية للأسلحة والمعدات مشيدا بما لمسه من استعداد قتالي عال وروح معنوية مرتفعة للقوات كما طلبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة حضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر